لازم نبدأ كلامنا عن جهد مجلس إدارة نادي الزمالك بكارة الكابتن حسين لبيب لإنها عدة ملفات هامة في الفترة المقبلة للحفاظ على فريق الكورة وبناء فريق قوي هتكلم بحضرتك عن أكتر من شك وكل بند فيهم الكلام عليه اليومين دول على السوشيل ميديا إن كان على القنوات أو وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي أولا بنسبة مليار المية تم العمل على إنهاء أزمة مستحقات بورتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق ومنحه مستحقاته المالية المتأخرة لعدم تكرار أزمة إيقاف القيد كما حدث في السابق قبل كده كان فيه فلوس لناس كتير جدا منهم جيمي باتشيكو المدير الفني السابق اللي حق معنا إنجازات كبيرة ولكن بعد ما ميشي كان بيطالب فلوسه وحقه ومن المحكمة الرياضية أو الفيفا قرر إنه لي حقوق عند نادي الزمالك نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في دفع مستحقات العديد من اللعبين والمدربين السابقين ومش بس كده ده مساعدين مدربين يعني مشكلة ما كانتش بتجيلك من عند مدير فني بس أو يعني لعيب أو كنين لا ده أنت حتى مساعدينهم اللي بيجيوا ساعدوهم ما خدوش فلوسهم فبيتم تلقائي معاقبة نادي الزمالك ب ملف القيد وإنك ما تقدرش تجيب لعيبة في أي مركاته الصيفي الشتوي عارات لعيبة في الناشئين ما تقدرش تجيب أي حد مجلس دورة نادي الزمالك مش عايز تحط في المؤسك ده تاني وتحس إن احنا قبل كل مركاته احنا بنتكلم مركاته شهر يناير فاضل عليه حوالي بنتكلم في شهرين أو أقل 45 يوم فانت ما ينفعش تخش المركاته لما يكون حل كل مشاكلك فأنا بقول لحضراتكم مجلس دورة نادي الزمالك اتفق على إنه يدفع مستحقات بتشيكو عشان نتجنب مش بعد من حل المشكلة نرجع لها مرة تانية مش عايزين نقع في الأخطاء السابقة إنه يكون فيه مجلس إدارة موجود إن شاء الله يكون ناجح وإن شاء الله لما ستكون واضحة زي ما هي واضحة دلوقتي يكمل مع نادي الزمالك ولو بعد كده أي مجلس إدارة ييجي على نادي الزمالك على مر السنين يعني ما يجيش يلاقي نفسه فيه فلوس وفيه عقوبات وفيه وفيه نسلم كل حاجة بشكل يلي بنادي الزمالك تمام نقف الملف ده عشان بكرة الصبح بنصحة لنادي الزمالك مهدد بإقاف قيد إنسو دي تماما